مرحبا جميعا صباح الخير منرحب فيكم بالويبنار المقدم من شركة وينزر اليوم الرابع من شهر اكتوبر وكالعادة جدول بيانات الاقتصادية لليوم في ان العديد من الاخبار المهمة اولها اسعار الفادة على الاقتصاد البريطاني وايضا في ان عمليات شراء الوصول او تسهيلات شراء الوصول على المدى الطويل ايضا من الاخبار المهمة اليوم طبعا بالنسبة للاقتصاد البريطاني متوقع ابقاء الفادة على مهي عليه عند نصف بالمية هناك ايضا من المؤتمر الصحفي للجنة النقدية البريطانية بالنسبة للاوروبا في ان عين ان ايضا اسعار الفادة الاوروبية متوقع ابقاءها عند 3.4% وفي ان ايضا مؤتمر الصحفي على 3.5% بتوقيت قبرص لرئيس بنك المركزي الاوروبي بالنسبة للاقتصاد الامريكي في عندنا بعض اخبار التوظيف جوب لس كليمز او مطالبات العمل على القطاع او الاسبوعية طبعا القراءة كانت 371 الف المتوقعة بالنراقب النقطة هاي بالنسبة للاقتصاد الكندي في عندنا ايضا مؤشر مدري المشتريات على ساعة 5 تقريبا بعد الظهر بتوقيت قبرص القراءة المتوقعة 59.2 ونهايتا طبعا في عندنا دقائق اجتماع لجنة السياسة النقدية للسوق المفتوحة طبعا الامريكية وبالتأكيد اي اخبار اليوم بالنسبة لعمليات تحفيزية ودعم رح تعطي حركة بالاسواق فبالتالي اليوم طبعا يوم التصريحات اكيد هناك نتوقع تصريحات من رئيس البنك المركزي البريطاني وكذلك بالنسبة للمركز الاوروبي وايضا اليوم ليلا بحدود الساعة تقريبا 6 بتوقيت قبرص ايضا بالتأكيد نتوقع بعض التصريحات من اللجنة الفيدرالية الاخبار العامة بالاسواق هناك حديث عن الرئيس الامريكي ونظيره رومني طبعا كان هناك حديث انه كان هناك مثل ديبيت او مناقش بين الرئيسين وعلى ما يبدو انه رومني كان افضل بقليل من اوباما فبالتالي اعطى قليلا دعم بالنسبة للأسهم عندما تكلم عن انه رح ينظر الى تخفيض الرزق او تخفيض المخاطر بالنسبة للأسواق ايضا هناك لاحظنا انخفاض نوعا ما عائد السندات الاسبانية مما اعطى طمأنين قليلة بالنسبة للأسواق عشان هيك لاحظنا توقف في الاسواق عن الانخفاض الذي حصل بارحة بشكل عام كان بالنفط ولكن ما زلنا طبعا بمنطقة عدم اليقين وننتظر تصريحات واضحة مهمة تعطي تأثيرات اكبر الاسواق من الاخبار الاخرى ايضا بشكل عاملية يوجدونك اخبار اخرى بانتظار اليوم اجتماع بنك مركز اوروبي اهم شيء طبعا رح ننتظر اذا سيتحدثوا عن وضع التحسين او التحفيز الاقتصادي بطريقة مختلفة نوعا ما بالنسبة للسندات ذات العائد المدفوع مسبقا خلنا ننظر الى التشارت ونشوف كيف كانت الحركة البارحة ملاحظ البارحة اليورو تحرك بين 128.75 تقريبا و129.38 اليوم لاحظنا اختراق لمناطق 29.38 وحالين بحالة صعود الى الاعلى النقاط التي كان يحاول وصول الى في السابق منطقة 129.70 ما زالت نقطة مهمة ملاحظة هي كانت اعلى اسعار من تاريخ 24.9 فبالتالي اي صعود لهذه المنطقة تعطي فرص جيدة للبيع ولكن اي اختراق لهذه المناطق هناك توقعات لإكمال الاتجاه السعودي ما يقارب تقريبا السبعين نقطة الى مناطق 130.40 والتي هي طبعا على التشارت الاربع ساعات مثل ما احنا شايفين اعلى اسعار وصل اليها في فترة 21.9 تتبعها طبعا اعلى اسعار لتاريخ 19.9 وهي منطقة 130.80 ولكن بشكل عام مثل ما احنا شايفين انخفاض النزول الذي كان يحصل توقف حتى الان ونحن الان في منطقة اتجاه جانبي بين مناطق 28.70 ومناطق 29.70 هذه هي الحركة التي تقريبا كان يتحرك منها في بداية الشهر وبانتظار اختراق اي من هاي النقاط حتى اما يكمل التجاه للأعلى او في حال اخترق من الاسفل مناطق 28.70 نتوقع انخفاضه الى منطقة 28 اللي هي قريبة من اعلى اسعار لفترة شهر 9 بداية شهر 9 وادنى سعر الـ 12.9 الذي منه ارتفع الى الاعلى فانخفاض تحت هاي النقاط رح تعطينا قراءة الانخفاض الى مناطق 24.70 ومن ثم اختراقها مناطق 26.30 تقريبا مؤشرات نوعا ما مثل ما احنا شايفين على شهر الاربع ساعات تعطي حركة جانبية سعودية نوعا ما فبالتالي توقفت حدة الانخفاض لكن ما زالت تحرك بشكل جانبي الان بدنا نراقب مناطق السبعين هناك احتمالية لاختراقها لانه مثل ما منلاحظ جرب فقط على مناطق الدنيا مرات بسيطة وقليلة والمناطق العليا جرب عليها مرة مرتين تلاتة اربعة واليوم المرة الخامسة فبالتالي اختراقها لهذه المناطق تعد فكرة سهلة نوعا ما لسبب عدة المرات التي كان يحاول اختراق هذه المناطق ولكن بشكل عام خلونا نراقب المنطقة هاي ونراقب مناطق 78.70 من الاسفل منطقة الميت نقطة واختراق اي منها رح يعطي تحديد لاتجاه السوق الاستنينة مقابل الدولار البارح اللحظنا انخفض مناطق قريبة من عند مناطق 160.70 التي كنا نتكلم عنها اللي هي ادنى اسعار لتاريخ 13.9 والتي منها تدأى الموج التاني من الصعود القوي الصعودي الى الاعلى وهي ايضا على تشارت اليومي مثل ما احنا ملاحظين نفس المناطق التي وصل اليها المرة الماضية وتراوح عندها عدة مرات وبعد ما اخترقها عمل نزول كبير ونحن طبعا نقارن الحركة الحالية بالحركة السابقة بانتظار اختراق مناطق 160.70 حتى تبتدأ الحركة القوية مثل ما حصل بالسابق ولكن لاحظنا عدم قدرته على الانخفاض تحت المناطق وحتى الان يحاول اختراق مناطق 161.30 هي عبارة عن حركة تصحية في بناتشي لتقريبا 50% من اعلى سعر الى ادنى سعر خلال اليومين الماضيين اللي انخفض لهم ليس طبعا بالنقطة القوية ولكن تعد مناطق التي كانت تمسك بالسوق بالسابق قبل ما ينخفض او ممكن استعمال الرأس عند المية 161.40 يعني بشكل عام المنطقة هاي تعد منطقة لا بأس بها ولكن ليست قوية انما الاحتمال في حال صعد انه يعاود الصعود الى الاعلى مرة اخرى الى مناطق ال61.85 تقريبا في حال اخترق ال61.85 توقع صعود اكثر الى الاعلى الى ما يقارب 90 نقطة الى الرأس الذي يوصل اليه في تاريخ او في نهاية شهر تسعة مناطق المية واثنين وستين سبعين والتي هي اصلا قريبة من مناطق المية وثلاثة وستين القمة للاتجاه في حال عاود انخفض الى الاسفل رح يكون اسهل اختراق مناطق المية وستين سبعين ونتوقع انخفاضه الى الستين عشرين لليوم او في حال كان هناك حركات عنيفة قوية لانخفاضات الى الاسفل نتوقع انه يتجه الى مناطق المية وتسعة وخمسين عشر وعشرين تقريبا هناك نقطة بسيطة ادنى سعر لعشرة تسعة عند المية وتسعة وخمسين ستين تقريبا ولكن ليست بالنقطة القوية مثل ما هي النقاط الاخرى التي نتكلم عنها حتى الان مثل ما احنا شايفين يحاول الاختراق الى الاعلى ما زال طبعا باتجاه نزولي نوعا ما ولكن في حال صعد الى الاعلى هناك احتمالية للصعود مرة اخرى الى مناطق اقل من الواحد وستين ثمانين ولكن في حال اخترقها بالتالي انتهت الحركة السعودية وانا توقع انما يصعد الى الاعلى او يقوم التحرك بشكل جانبي ولكن على مدى اطول نوعا ما المؤشرات مثل ما احنا شايفين مؤشر المومنتوم اعطانا الان قراءة للصعود على تشارت الاربع ساعات على تشارت الساعة لاحظنا انه اعطانا قراءة للصعود تقريبا اليوم على الساعة خمسة صباحا نوعا ما مثل ما احنا شايفين عندما كان نستليني يتراوح تحت المية واحد وستين وطبعا خلونا نراقب ونشوف ماذا سيحصل بالنسبة للصعود هل سيتوقف عند المنطقة هاي او سيكمل اتجاهه الى العالم الدولار مقابلين طبعا لاحظنا انه بشكل عام يتذبذب بشكل جانبي نوعا ما الى نزولي لاحظنا البارحة انه بعد ما انخفض الى الاسفل خلال ايام الماضي ونهاية شهر تسع لاحظنا من بداية الشهر وهو يحاول الصعود الى الاعلى كانت تكلم عن مناطق قريبة من الـ 78 او 35 او 40 تقريبا لاحظنا صعود وفوقها حتى الان الى السبعين هناك احتمالية لمحاولة اختراق الـ 79 منطقة الـ 79-00 او 79-10 في حال استطاع اختراق هاي النقطة طبعا راح تكون نهاية القناة النزولية بهذا الشكل وبالتالي نتوقع ابتداء الصعود على الدولار مقابليا على المجال الطويل نوعا ما ممكن ايضا نستعمال القناة الجانبية بهذا الشكل نعتبر انخفاض الذي حصل من مناطق الـ 77-60 الى الـ 80-60 في حال بقي يتحرك بنفس هذا الاتجاه على الشكل الجانبي فبالتالي راح تكون مناطق العليا للقناة مناطق الـ 80-00 ولكن نوعا ما يفضل انتظار الاسعار العليا السابقة التي وصل اليها مناطق الـ 79-10 تقريبا وفي حال اختراقها راح ينتهي من عمل اسعار دنيا ادنى من السابقة واسعار عليا اعلى من السابقة فبالتأكيد راح يكون هناك احتمالية الى الاناكاس الى الاعلى بالنسبة للمؤشرات على تشارت الساعة والاربع ساعات والاربع ساعات تقريبا اتجاه صعودي الى جانب نوعا ما متذبذب تشارت الساعة قد يكون اوضح نوعا ما منلاحظ انه اعطانا قراءات قوية في السابق مع حركات تصحيحية نوعا ما ايضا القراءات غير واضحة على اليان ممكن نراقب الرؤوس التي كان يصل اليها بالسابق ويحاول اختراقها مناطق الـ 79 عفوا مناطق الـ 78 تقريبا 25 تتبعها مناطق قريبة من القاع مناطق السبعة والسبعين سبعين ممكن استعمال مؤشر في بناتشي بعد ابتداء الحركة التصحيحية ولكن بشكل عام اتوقع مناطق الـ 78 عشرينات او 30 تقريبا تكون نقاط لبأس بها على اليان في حال حاول الانقفاض تحت المرة اخرى بالنسبة لي الدولار المقابل السويسري وتقريبا عكس اليورو لاحظنا صعوده الى مناطق الـ 93 تسعين محاولة اختراقها ولكن عاود انخفض الى الاسفل حتى الان وايضا مثل ما احنا شايفين يتراوح بشكل جانبي من بداية شهر عشرة ويتراوح بشكل جانبي على المدى الاطول من بداية تقريبا 24 تسعة لم يستطع اختراق مناطق الثلاثة وتسعين وربع فبالتالي اي اختراق لهذه النقاط رح تعطي قراءات نزولية قوية الى الاسفل الى مناطق تنين وتسعين ثمانين ومناطق تنين وتسعين اربعين كهدف تاني في حال صمد السويسري فوق النقطة هاي او بالتالي هناك احتمالية اكتر للصعود الى الاعلى طبعا اذا نظرنا على اليورو الان ملاحظة انه بالفعل اخترق مناطق التي كان يتراوح عندها بالسابق مناطق التسع وعشرين التلاتينات وحتى الان يحاول اختراق السبعين ولم يستطع فبالتالي بعد ما يخترق اليورو منطقة السبعين رح تكون اتوقع سهلي على السويسري اختراق ايضا مناطق التلاتة وتسعين تلاتين التي كان يحاول اختراقها اذا نظرنا على الدهاب ملاحظة انه اهم النقاط من المناطق العليا اللي هي منطقة 1790 و1820 تعد اعلى اسعار وصل اليها قمتين سابقتين في تاريخ شهر 11 من سنة 2011 وفي تاريخ شهر 2 من سنة 2012 فبالتالي المنطقة هاي تعد قوية انما لانعكاس الذهب بشكل قوي او اما اختراق هاي المناطق والصعود الاعلى حتى الان يحاول اختراق هاي المناطق حاول مرتين او ثلاث مرات تقريبا حتى الان ومن الاسفل لاحظنا بعد الحركة التصحية التي وصلت عند 1736 او 37 بدأ يعمل اسعار اعلى من السابقة وحتى الان اخر مناطق كان يتمركز عنها اللي هي مناطق 1770 فبالتالي رح نراقب هاي النقاط لتكون نقاط دعم وايضا ممكن الانتظار اي انخفاض تحت الرأس مناطق 82 او 84 في حال انخفض الها رح يكون من السهل وصوله الى مناطق 71 وفي حال بقي صامدا فوق مناطق 82 وال84 رح يبقى يحاول انه يخترق مناطق 90 ومناطق 802 ولكن تعد هاي المنطقة منطقة قوية جدا فبالتالي نتوقع انه يبقى يتحرك بشكل جانبي بين مناطق 70 وال90 او منطقة 1800 حتى يخترق اي من هاي النقاط من الاسفل طبعا في حال اخترق مناطق 70 نتوقع انخفاض عند 82 ومرة اخرى عند 37 بعد طبعا هناك انخفاضات اكتر الى الاسفل من جهة اخرى من ناحية الصعود مثل احنا شايفين فوق نقاط 1802 اذا عدنا الى التشارت منلاحظ انه لا يجد هناك الكثير من النقاط القوية ولكن ممكن استعمال الرؤوس السابقة التي وصل اليها في تاريخ تقريبا شهر 9 من سنة 2011 في عنا نقاط عند الاسعار العليا لمناطق 21 9 مناطق 1813 تقريبا او 14 في عنا نقاط اخرى قريبة من 1827 ايضا نقاط التي كانت روح عندها سابقا تتبعها اعلى اسعار لفترة شهر 14 9 من 6 ل 2011 مناطق 1842 تتبعها تقريبا منطقة القمم 1875 الى 85 85 تقريبا القمة هيك طبعا كانت في تاريخ 9 9 ومن ثم نهاية الى الرأس عند 1921 فمثل ما احنا شايفين عنا العديد من النقاط التي تعد لبأس بها نوعا ما بالنسبة للذهب وفي حالة اختراق مناطق 1802 نتوقع ان تكون هاي النقاط هي النقاط التي تليها بالنسبة للذهب طبعا نهاية بالنسبة للنفط اذا نظرنا عليه من لاحظ طبعا البارحة كان هناك انخفاض كبير جدا بالنسبة للنفط من اسباب وكانت اولا توقع بشكل عام المستثمرين لانخفاض الطلب على النفط بسبب انخفاض الحركة التجارية العالمية وانخفاض الحركة التصنائية نوعا ما مثل ما لاحظنا بالاخبار التي صدرت من الصين وبعض الدول الاخرى فبالتالي رحي أطي تقليل الطلب على النفط وكان النفط هو المتأثر الاكبر بالنسبة للموضوع ثانيا مخزون النفط للبارحة صدر تقريبا بالناقص 500 ألف برميل وكانت متوقع 1.6 مليون برميل بالزائد فلحظنا انه اعطا انخفاض اكتر الى الاسفل طبعا اخترق معظم نقاط الدعم التي كنا نتكلم عنها وحتى الان انخفاض كبير نوعا ما احتمالية لحركة صحية احتمالية واردة نوعا ما بسبب تشبعه بالبيع على تشارت الساعة وتشارت الاربع ساعات نلاحظ طبعا انه ابتدأ يعطي قراءات انعكاسية للشراء على تشارت الساعة باستخدام مؤشر المومنتوم في تقريبا ايضا الساعة خامس الصباح عندما كان يتراوح عند مناطق قريبة من مناطق الـ 88 وربع وبالتالي في حالة صعود بدنا راقب عدة مناطق اول منطقة اللي هي القاع السابق الذي وصل اليه في 26 تسعة منطقة الـ 88 94 تتبعها ايضا منطقة الـ 89 13 تتبعها منطقة الـ 89 45 اللي هو ايضا الشمع التي حاول الصعود فوقها البارحة ولم يستطع واكمل نزوله الى الاسفل من جهة اخرى بعد ما يصعد عند هذيك النقاط هناك احتمالية للصعود الى النقطة التي بعد ما اخترقها ابتدأ النزول الكبير مناطق الـ 91 20 تقريبا او الـ 91 10 فبالتالي في حال حصول الحركة التصحية بعد اختراق المنطقة هاي نتوقع صعوده الى مناطق الـ 91 10 20 في حال لم يستطع اختراق المنطقة هاي نتوقع اكمال بعد ما يعمل تخفيض لحدة حركات البيع اول نقطة طبعا راح تكون القيعان التي وصل اليها في نهاية شهر 7 وبداية شهر 8 منطقة 86 90 تتبعها منطقة 83 60 وال84 50 اللي هي ايضا القيعان التي وصل اليها في فترة 7 7 الى 10 7 مثل ما احنا شايفين المنطقة هاي ممكن ايضا استعمال مؤشر فبناتش للحركات التصحية على المدى اليومي او المتوسط نوعا ما منلاحظ طبعا اختراقه الـ 38 الـ 50 الـ 61 تقع عند 86 30 هي اقل بقليل من 86 90 التي كنا نتكلم عنها القيعان لبداية شهر 8 خلونا ايضا نراقبها ولكن نوعا ما لا احبذ مراقبة نقاط الـ 61 لانه تعد انعكاس للسوق بنظري في حال اخترق مناطق 50% ايضا بالنسبة لحركات التصاحية ممكن استعمال مؤشر فبناتشي لملاحظة كم ممكن انه يعود الى الاعلى 61% تقع عند 91 10 التي تكلمنا عنها 38% تقع عند 89 80 وهي مدعومة نوعا ما بنقطة بسيطة فبالتالي خلونا ايضا نراقبها راح نعدل النقاط بهذا الشكل حتى نراقب النقطة وهي وال 50% تقع عند مناطق 90 ونصف خلونا نشوف على تشارت الاربع ساعات 38% تقع ايضا عند القاع السابق في تاريخ 27 9 الذي اعطى صعود كبير فبالتالي ممكن ايضا مراقبة النقطة هاي والنقطة الثانية التي راح نراقبها هي ولم يستطع اختراقها ونخفض فبالتالي نعبر عنها بالمنطقة بالمربع الازرق اللي احنا شايفينه 50% تقريبا ليست مدعومة نوعا ما باي نقاط قوية ولكن مش غلط نتابع مناطق التسعين ونصف ونخلي بعض العين عليها في حال صعد فوق مناطق التسعة وتمانين خمسين والتسعة وتمانين تسعين طبعا كان هذا التحليل لليوم لفترة الصباحية نشكركم جميعا المتابعة ونتمنى لكم دائما تجارة موفقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر